حرفياً كأنه الساعة تطالع فيك تقول إلي إيش بك ما تصحى لما دقيقتنا المنبه سلام أنا روز من شاهدكم بطريقة جديدة المقطع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد بطريقة اليوم إيش بات الخير غريب نوعا ما اليوم راح نشوف عدة صور عبارة عن وجيه وجيه كأنها وجيه بشر عيون خشم فم مبتسمة بعضها حزين بعضها معصب هذه فكرة الصور اللي راح نشوفها اليوم والغريب في الموضوع أنا راح نشوفها وجيه كأنها بشرية لكن على أشياء جمادات أشياء يومية نستخدمها راح تفهمون أكثر لما نبدأ في المقطع أتبعنا المقطع اليوم يعجبكم ولكن ستحضر لك تشاركوا في القناة ويلا نبدأ أوكي يا جماعة الحين بتفهمون قصدي عندنا الكوخ الجميل هذا اللي قدامنا لو لاحظتوا جاي الشباكة الي علي مين الشباكة الي علي سار مع الباب جاي كأنه فم وكأنه الباب كذا مذهول لي أوه إيش هذا إيش فيه إيش صاير كذا فشي غريب ما أدري صراحة أي يوم بنلكوخ هذا الشخص كان قاصد وللجت بالمصادفة لكن وجه غريب على شي جماعة ما تركب صح الصورة اللي بعدها ما أدري حسنا عما ما جاءت صدفة حسنا هذا الشخص هو اللي ركبها يمكن بورقر عادي معني ما شوف هنا اللحمة أصلا بس يمكن أنه جبنة معني عارف لكن الزبدة الزيتون صار هو كن العيون بعدين جاي هذا كأنه اللسان مع الفم نوعا ما يركب كأنه وجه صراحة لو أجي وجبة عندي مثلا بأكله بعدين شوفت كذا بأنبسط طمعا ما بعدين أقوم أكل الوجه هذا البورقر كذا حسني أكلت شكل أكبر مو أكلت بس لا أكلت أكبر ما دري كيف أوكي يا هلو والله وصورة اللي بعدها واو واو ما أدري بس هل أنا عقلي في له شيء لكن بالله ما يشبه دفايا ذي أتوقع توقعنا دفايا لأنه أكتب دونات كافر يعني لا تغطي فوالله أعلم أنه يشبه كأنه كلب صح الله يكرمكم زي ما تشوفون العين العين هذا الخشم وهذا الفم كأنه بابتسم وهذه فنتين كأنها زي الحواجب صغيرة مرة وهذه تقدر تقول كأنها زي الإذن أحس أنه والله يجي وجه كلب الراحة مأدي الشركة مصنعت كانت قاصدة ولا جات صدفة معها لكن يزد أنه صار شكل قرابي مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف صراحة أجمل تعبير ممكن يعبره الجيك حق الحليب لما يطيح ويتغفص كذا أحس أن نفس الجيك بيكون تعبيره وقته هذي هذا اللي معصب اللي من جدك طيحتني قدها كذا فأدري والله شتا الصدفة لكن ديم خرافية والله وجدت راكبة على الموقف وات سبحان الله شوفوا الباذنجان هذي جاية من جد كأنها وجه إنسان حرفيا كأنها وجه إنسان القشرة هذي لفوق جاية كأنها الشعر أو كأنها قوبة هنا عين والخشم سبحان الله وهنا الفم حرفيا باذنجانة كذا جاي قطعها تقول اللي إيش في إيش سالفة لش نمستغربين مني سبحان الله العظيم واو تخيل باذنجان كذا والخضار وال والفواكه عندها وجهها أصلا أحس بيكون شيء غريب مرة لما نجي نقطعها واو أوكي أوكي فلفل رومي أحمر مقطوع بالنص وجاي شكله كأنه معصب شوفوا الفم وهادي الأسنان وكأنه شرير في نفس الوقت سوى هذه العيون كذا لا ولونه أحمر فركبة العصبية والشر وهذا كأنه فم جوا ولا راكبة مرة ما هذه جاية صدفة ولا صاحب أركبها عاد الله وعلا أوكي أوكي أحسن هذه نوع ما مفبركة يمكن أو ممفبركة يعني هو ما جاية صدفة أقصد هو اللي لعب فيها صاحبها وخلت أطلب هذه الطريقة بيض عيون وعندها فم نوت باد نوت باد واو أوكي هذا ما أدري صراحة هو ميكروفون ولا حق البريد ولا إيش بالضبط لكن الزبدن شكله جاي كأنه وجه إنسان حرفيا عيون والقشف وهذا جاي كأنه زي الكاب وهذا توقع أنه حطه لها كأنه زي السقارة يمكن أو دخان كذا ركبوها لا تركيبها توقع ما أنا يعارف صراحة بس توقع أنه هذا قصدم لما حطوها والله أعلم واو تخيل تصحي الصباح تسوي لك قهوة وصدفة من حيث لا تعلم فجأة كوب القهوة حقك ها تلقى الرغوة اللي فوق تلقى كذا مبتسمة لك زي الصورة هذه والله دين والله حس بكون نهار سعيد خلاص ما فيها كلام واو اقسم بالله كأنه عبارة عن وجه شرير كده اللي كانوا يراقبك وات شلون طبع ما في فم ولا شي بس عيون شوفوا كيف جاية ديم والله مرة جاية كده كنا عيون كده تحقر فيك اللي كده كنا تراقبك كده من تعجبها واو اوكي والله يخوف البيض أصلاحة لا اوكي هذه البنشة فجأت كأنها الحين كأنها راس بنت تقريبا هذا الشعر بس بدل ليش معصبها الله أعلم ليش معصبك كده ومرة معصبات الله أعلم ليش وات واو يا جماعة اوكي والله بدأت نشك أنه حركة ذكية لما الشركات تسوون الإناء أو الجهاز حقهم شبيب بشر أو شي زي كده لأنه شوفوا هذا كأنه قاعد ينظر حرفيا في الوعاء اللي هو يعتبر كأنه بطنه كده كأنه ينظر في بطنه يعني لما تحط مثلا عجينة بتحس كأنه كده قاعد ينظر فيها شي قرافي صراحة وذكي مرة لو هم قاصدين أما لو صدفة فهم موفقين والله العظيم واو 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 الرغبة هذه ما سوت وجه الإنسان هسا سوت ضفدع كامل كأنه ضفدع يا جماعة هذا الشي والله ديم والله مرة ديم أحبت الكيوي المسكينة زالانة يا رجل هسا تقول لماذا واو أوكي غسالة الملابس حرفيا جاية كأنها آآ شا اسمه ذاك يا جماعة اللهم صلى الله عليه وسلم وحمد واحد أفلام كرتون زمان كان يجي لو لقيت صرته أحب أحطها لكم آآ جاية تقريبا زيه نوعا ما شوفوا كيف جاية طبعا عندي هذا فرار فهم لفوه حطوا عين صارت كأنها عين وهذا عين وهذا اللسان طالع كيف جاية كأنها كده متخلفة الغسالة لأنه كده حاطة كل عين في جاه ومطلع على لسانها والله ديم مرة واو الشي هذا مرة خرافي وقاعد يضحك بس ما أنا عارب شو هذا الشي أصلا دباب ولا إيش مدري والله خرافي صراحة لو أحس لو ألع النور في الليلة حس يجي مرعب واو أوكي هذه البشارة حقية الأكل يبشرهم فيها الأكل أو الجبنة أو كذا فجاي على شكل فيس والله شكل ما راح أدقك في الأغراض اللي عندنا في المطبخ راح أشوف هل في شي كده كده جاي كأنه فيس أو يعني وجه صراحة أنا نوع ما حس تركب ممكن واو واو حرفيا كأنه الساعة طالع فيك تقول اللي إيش بك ما تصحى لما دقيت أنا المنبه من جد والله ديم لا 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 شوفوا غسالة اليد هذه حرفيا واو عيون وهذا الخشم وهذا الفم ديم 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 وتحس كأنه مناظرون في جهة هناك ما كحاجة ما أدري الشي واو والله ما أدري كيف لقتوا الصورة دي لكن ديم الصدفة اللي جتهم أوكي هذي جاية عيون مع شكمان وهذا خشم اللي هو العاكس ديم جاية كده مرعوبة أو فتحة فمها كده كأنها خايفة من السيارة اللي وراها لا تسدمها أو شيء والله ديم واو هذا نوع ما راكب شوية مو مرة لأنه مرة الفم حسوا جاي في الطرف يصار مرة أوه ديم لا 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 واو تحس حرفيا جايني شعور لما شفت الصورة هذه ولاعات تحس كأنه كده لما تروح تفتشتري ولاعة كان كلهم يصارفون يقولون اختارني انا اختارني انا اختارني انا اختارني انا صاح؟ والله مرة شعور غريب مرة شعور غريب واو واو عرفيا كل المناشف مع الصمين يا جماعة ديم ترى حرفيا هذه مشة فمرجعينها على ورم وهذه حديدة عادية طالعة صغيرة لكن جت كأنها عين وهذا الفم واللي كذا طالع فيك اللي اش تبغى اخلص علي ترى ترى بأفقع وجهك لو ما انجزت شغلك بسرعة ديم ما دي كيف قفتها صاحبة مشاء الله اوكي شفت خير كده كون سواسي قد انا فتمنوا اقترام عجبكم لس تحطونا اكتبوا لي رأيكم على المقطع في الكومنتات ويش اكثر صورة من جد عجبتكم وبس ذلك اللي عندي كما كميسر سبحانك الله وبحمدك اشهد ان الايلان تستغفرك واتوب اليك سلام عليكم